طالبت مؤسسات في قطاع الشحن العالمي باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين مرور السفن عبر البحر الأحمر جاء هذا بعد غرق سفينة الشحن تيوتور التي استاذفتها جماعة أنصار الله بهجمات صواريخ ومسيارات بسبب ما قالت أنه انتهاك لحظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة والسفينة هي الثاني التي تغرق منذ أن بدأت جماعة أنصار الله حملتها في البحر الأحمر ونقلت وكالة رويترز عن شركة فيسل بروتكت المتخصصة بالتأمين ومخاطر الحرب البحرية أن جماعة أنصار الله شنت عشر هجمات منذ بداية الشهر الجاري مقارنة بخمس في مايو الماضي ووضحت مصادر في القطاع أن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب التي تدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر اقتربت من 17% من قيمة السفينة خلال الأيام القليلة الماضية هذا وتتصاعد وطيرة رفض عمال السفن للبحار عبر البحر الأحمر وذلك بحسب مقابلات أجرتها وكالة رويترز مع عدد من أفراد طواقم السفن والمسؤولين في قطاع الشحن وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل إن أفضل وسيلة لحماية البحارة هي أن تحول السفن مسارها عبر رأس الرجاء الصالح من جانبه قال رئيس العمليات البحرية في الاتحاد إنهم يساندون البحارة إذا اختاروا عدم الإبحار وبموجب اتفاقية الاتحاد الدولي لعمال النقل فإن نحو 360 ألف بحار في العالم تغطيهم الاتفاقية ومن حقهم رفض الإبحار في مناطق حرب محددة ويظهر تحليل من منصة بروجيكت 44 الرقمية للخدمات اللوجستية تراجع عدد سفن الحاويات عبر البحر الأحمر ب78% خلال الشهر الماضي مقارنة بمستوى قبل عام تشكل عمليات الشحن البحري نحو 80% من التجارة العالمية ويعمل نحو مليون وثمانمائة ألف بحار في السفن لكن عدد البحار المؤهلين آخذ في التناقص تشير التقديرات لأن هناك حاجة لانضمام نحو 18 ألف بحار إضافي سنويا لتلبية الطلب العالمي ويقدر حجم الأسطول البحري للشحن البحري يقدر بـ 80 ألف سفينة تجوب بحار ومحيطات العالم ينظم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي محمد أبو غوش نرحب بك سيد محمد يعني بعد مرور نحو سبعة أشهر على العمليات التي تحصل في البحر الأحمر ما مدى عمق هذه الأزمة عبر هذا المضيق مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بخير الحرب الدائرة في غزة زادت الضغوطات على الاقتصاديات العالمية وليست على الاقتصاديات الإقليمية أو المحلية من ثلاثة نقاط النقطة الأولى التي هي أسعار النفط والثانية هي الممرات المائية أو الطرق البضائع العالمية والنقطة الثالثة التضخم العالمي هذا كله سبب بعض المشاكل في بعض الدول منها الصين ومنها أوروبا ومنها الدول التي تصدر النفط إلى أوروبا هذه الدول بدأت تعاني من مشاكل شحن البضائع والسفر عبر المحيطات عندك الصين 80% من بضائعها المتجهة نحو أوروبا تمر عبر باب المندب إلى قناة السويس وبالتالي إلى أوروبا الخليج العربي وتصديراته للنفط تمر أيضا من عبر هذا الطريق وليسنا بحاجة لتعداد باقي الأمور ولكن ما نريد أن أقوله بأن هناك خسائر هائلة جدا وقعت على الاقتصاديات العالمية وبالتحديد على بعض الشركات منها شركة ميرسك العالمية أعلنت خسائر على مستوى سنوي تقدر ب87% من مدخولاتها سيد محمد عندما يتقد البحار عبر مناطق متنازع عليها أو يكون بها حروب وهذا كما قال المسؤول عن هذه النقابة أو المنظمة هو من حقهم إذن ما هي الحلول البديلة عن هؤلاء؟ في حالات الحرب لا يوجد حلول بديلة لأن الطرق البديلة عبارة عن رأس الرجاء الصالح أو عبر منافذ بحرية أخرى تكاد تكون مستحيلة أو صعبة جدا للتجارة العالمية إذا زادت الطول أو فترات الشحن هناك مشاكل وهناك مخاطر على هذه السفن وعلى حياة البحارة وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في فواتير الشحن إذا كانت البضائع تكلف 1% مع هذه المخاطر ترتفع إلى 80% أو إلى 100% وفي بعض الأحيان تصل إلى 170% من قيمة البضائع وبالتالي تصبح تجارة غير مجزية اقتصاديا لذلك يجب أن يكون هناك حلول أفضل من هذه الحلول وهي أولا ضمان الطرق الدولية من خلال تأمين هذه المسارات الدولية باب المندب لا يساوي شيئا بدون قناة السويس والعاكس صحيح هناك ارتباط بينهم قناة السويس خسرت طيب سيد محمد يعني كما تعلم عند ارتفاع تكاليف الشحن لا شك ستزيد أيضا تكاليف التأمين صحيح بالتالي هناك البضائع ستكون تكاليف التأمين سيكون لك ارتفاع بأسعارها على المستهلك بالنهاية طبعا البضائع التي تأتي من الصين أو من دول شرق آسيا باتجاه أوروبا عن طريق الممر المائي باب المندب وقناة السويس سيكون عليها مخاطر عالية والشحن البحري عليه مخاطر عالية لذلك تلجأ الشركات إلى زيادة هذه الأسعار وبالتالي تصبح أسعارها غير واقعية وتصبح البضائع إما رائعة إما كساد أو إنها تتجه إلى بضائع بديلة من دول أخرى عبر دول غير يعني غير موجودة في منطقة النزاع في الشرق الأوسط يعني ممكن يكون الاستيراد إما عن طريق الشحن الجوي أو طريق القطارات ولذلك الصين تعي هذه المشكلة منذ عقود لذلك لجأت إلى بناء طريق الحرير الذي سيربط ما بين الصين وأوروبا عبر الطرق البرية وليس الطرق البحرية أشكر الجزيل يتعي تماما هذه المشاكل أشكرك أعذرني على المقاطع أشكرك جزيل الشكر من عمال الخبير الاقتصادي السيد محمد أبو غوش قدرت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل خسائرها الأولية الناتجة عن القصف الإسرائيلي لقطع غزة بما لا يقل عن مئة مليون دولار وقالت الشركة أن أعطال شبكات الهاتف الجوال وصلت في بعض المراحل إلى شبه شلل مع وصول نسبتها إلى 90% وقصفت إسرائيل الأبراجة السكنية والعمارات المرتفعة التي توجد فيها بنية الاتصالات وهو ما عرق لعملية التواصل بين السكان وعمل التواقم في مختلف المجالات مثل الصحة والدفاع المدني ومراكز الشرطة شركة الاتصالات الفلسطينية تقدر على صعيد شبكات الانترنت أن الدمار لاحق بما يصل إلى 80% من الأبراج والخطوط والتمنيدات وتظهر تقديرات بالتل أنها بحاجة لما لا يقل عن ثلاث سنوات إذا توقفت الحرب لإعادة تهيل البنية التحتية للقطاع وذلك للعمل بالمستوى الذي كانت عليه قبل الحرب تعمل شبكة الاتصالات اتصالات الهاتف الجوال بقدرة تشغيلية تبلغ 30% وذلك بسبب القصف المتواصل على القطاع وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن إسرائيل استهدفت أكثر من سبعة آلاف متر من شبكات الانترنت والكهرباء في القطاع قررت محكمة الاستناف في باريس لغاء قرار قضائي سابق يمنع حضور ممثلين أو سطاء عن شركات إسرائيلية في معرض ساتوري الدولي للدفاع والأمن للصناعة العسكرية لكن رغم حضور الوكلاء بأن الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة بموجب قرار حكومي سابق بسبب الحرب على غزة سبعون عاما تقريبا لم يخلف فيها هذا المعرض موعده مع المشغلين بصناعة السلاح وإدارة الحروب مرة كل عامين حتى تحول إلى موعد ثابت للعرض والاستعراض وأيضا لعقد الصفقات هذا العام كان سيكون شبيها ببقية الأعوام لو لا حرب على غزة بسببها قررت السلطات الفرنسية منع الشركات الإسرائيلية وعددها أربع وسبعون من المشاركة في سابقة لم تشهدها العلاقات الثنائية بدأ الأمر رسالة امتعاض واضحة من قبل فرنسا تجاه التجاهل الإسرائيلي للموقف الفرنسي والدولي الداعي لوقف اطلاق النار لكن القصة لن تقف عند هذا الحد تنبه نشطاء مدافعون عن فلسطين إلى أن الإسرائيليين قد يتحايلون على هذا القرار من خلال وسطائهم وخاصة عبر العارضين الأمريكيين فرفعوا دعوة تطالب بمنع وكلاي إسرائيل من الدخول إلى المعرف وكذلك كان بقرار قضائي من محكمة بوبيني شمالي باريس لم يرق ذلك للجهة المنظمة وبطبيعة الحال للمدافعين عن المشاركة الإسرائيلية فاستأنفوا القرار محكمة للإسناف في باريس هذه المرة لم ترى سببا يمنع الوسطى الإسرائيليين من الدخول إلى المعرض مدامه لن يتسبب بخرق القوانين أو الإذاء حسب نص القرار لكن واقعيا يبدو القرار دون أثر فعلي حقيقي فالمعرض سيغلق أبوابه يوم الجمعة والجمعيات المدافعة عن فلسطين تتشاور بشأن رفع القضية إلى مجلس الدولة وبغض النظر عن مصاري المعركة القضائية فقد بدى واضحا مرة أخرى أن تكلفة الحرب على غزة لن تكون يسيرة على إسرائيل ليس فقط في الميدان ولكن أيضا على علاقاتها الدولية وعلى صورتها وسط الرأي العام العالمي حتى بين حلفائها التقليدين محمد البقالي الجزيرة في الفانت شمالي باريس نهاية فقرة الإقصادية شكرا لكم وإلى اللقاء